السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم جميعا طيبين وبألف خير. النهاردة بقى حنبدأ كده يعني حعمل معاكم ان شاء الله شوية فيديوهات كده. اه اول فيديو النهاردة هنعمل صلاطات المشويات. اه عندي هنا خمس انواع من الصلطة. اه او صلاطات الحاتي. هنعملها طبعا بطريقة المطاعم وطعمها هيعجبكم جدا ان شاء الله. ياريت لو اول مرة بتشوفي قناتي تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وياريت تحطي لايك للفيديو وما تنسيش تقوليلي رأيك ايه في التعليقات. بسي هنعمل صلطة الحاتي الخضرة وهنعمل خمس انواع من الصلطة بالطعم اللذيذ اللي بتخلينا اصلا ناكل كتير وناكل الصلطة ونسيب المشويات من كتر حلوة الصلطة. يلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة على السريع كده انا جبت البنجر غسلته وهحطه كده في المياه فحلق وهرفعه على النار علشان طبعا هو بياخد وقت شوية بس احنا هنعمل له حاجة هنخليه ما يغلش في السوا. تمام هادف له اضافة دلوقتي هتسرع في عملية التسوية بتاعته. عندي كمان هنا الطاصة هفرش فيها ورقة فايل وهشوي فيها البتنجين. طبعا انت تقدري تعملي كمية كبيرة بالمرة لتكفيكي اسبوع العيد كله. في التلاجة تحطيهم في علبة محكمة الغلق وبتطلعي كل يوم على قد استخدامك بمعلقة نظيفة وبترجعي الباقي تاني في التلاجة. في نفس العلبة اللي هي نظيفة ومقفولة كويس جدا علشان تحفظ معيكي السلطة اسبوع او عشر تيام ما يجرلهاش اي حاجة. البتنجينة كده طبعا غسلتها وبعد كده خرمتها بالسكينة عملت لها فتحات من كل جنب وهرفعها على النار في التاصة. الاضافة اللي قلتلكم عليها هي ديت معلقة السكر حطيت معلقة سكر للبنجر علشان ما يغيبش معيه في السوا. هنغطي عليه وهنسيبه على النار. وقادي البتنجينية اهي شغلت عليها النار وهقلب بها من وقت للتاني هنقلبها كده على كل جنب شوية. تمام؟ طيب هنسيبهم على النار تعالوا نعمل نوع تاني من السلطة. عندي حباية بطاطس متقطعة مكعبات وعندي كباية من البسلة. البسلة طبعا بتاعتي متفرزة حطيت المية في الحلة ويرفعتها على النار. لما غلية نزلت بكباية البسلة اللي هي متفرزة. آآ هتببلها بشوية من الملح. اول ما تغلي هنزل بالبطاطس المكعبات بتاعتي. يعني اول ما هسيبها بس تغلي يعني ممكن خمس دقايق البسلة علشان البسلة طبعا بتبقى اسيا عن البطاطس. وبعد كده هنزل عليها بالبطاطس لغاية وتابع البطاطس طبعا اول ما تستوى. ممكن تستوى بعد خمس دقايق ممكن اقل ممكن اكتر على حسب نوع البطاطس. اتباعها علشان ما تتهراش. اغرس فيها شوكة اول ما حس ان هي استوى اطلعها بسرعة انا مش عايزها تتهرى. تمام? اطلعها بصفيها وافضيها في المصفة هي والبسلة. تعالوا بقى نعمل اللسوس بتاعها. تمام كده عندي كوباية من الزبادي اللي هي المية وخمسة جرام. عندي كمان يعني علبة زبادي تمام? عندي اه تلات معالي او معلقتين كبار من المايونيز. عندي حوالي معلقتين كبار من زيت الزيتون. عندي كمان اه عصير ليمونة. وعندي اه هحط رشة من الملح. ورشة من الفلفل الاسود. تمام? لو عندك اه فلفل ابيض طبعا يبقى احلى واحلى. لان الفلفل الابيض ده بيليق على اي حاجة بيضى. تمام? بس ما فيش خلاص حطي اسود زي كده انا حطيت. زودت كمان آآ معلقتين من الدرق الحلوة. قلبت الخليط بتاعي كله على بعده كده. وبعدين خلاص فضيته في طبقة في طبقة التقديم بقى جاهز معي. تمام? يبقى السوس بتاع اللي انا عملته. عدبة من الزبادي. معلقتين كبار مليانين من آآ المايونيز. حطيت كمان عصير ليمونة. حطيت رشة من الملح وزبط الملح طبعا ضقته. حطيت كمان آآ رشة من الفلفل الاسود. ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. والطبقة خلاص معي وقدمته. طيب عندي نوع تاني من البطاطس. دي حباية كبيرة من البطاطس. حوالي كده ممكن ربع كيلو. انا قطعتها مكعبات وسلعتها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوني بها. وبعد كده هرستها بالشوكة. وحنعمل سلطة البطاطس من أجمل وأروع السلطات اللي ممكن تكليها. حطيت لها كده حوالي ما 3-4 معلق كبار من البقدونس المفروم. حطيت لها كمان فلفل أصمر وملح. وكمون تمام. وزيت زيتون وشوية من الشطة. تمام كده. ويا سلام بقى لو في معلقتين من الخل الأبيض مش قادرة أقولك هتبقى عاملة معاكي إزاي. هتبقى جامدة جدا جدا جدا. هو الطبقة ده أصلا بيحب الخل. تمام بس أنا الخل هنا خلاص من عندي. هحط طبعا مايونيز وهيديني برضو نتيجة حلوة وطعم حلو. لو الخل متوفر عندك أنا بعدت ابني يجيبلي بس لسه ما جيش. فأنت لو متوفر عندك طبعا أنا هزود لها لسه خل. آآ انتي بقى تحطي معلقة من المايونيز زي ما أنا هعمل كده ومعلقة كبيرة من الخل على الكمية دي. هتبقى بجد أجمل طبق سلطة هتكليه جنب المشويات. وطبعا تقدري برضو تزودي الكمية وتعملي كمية كبيرة بالمرة. ممكن كيلو بطاطس تعمليه على بعضه أو نص كيلو وتشليه في علبة في التلاجة. وتطلعي طول أسبوع العيد جنب المشويات تبقى السلطات جاهزة معيكي. وطبعا الطبق ده يعني يتكل كده الواحد ومش محتاج أي حاجة جنبه بجد من كتر جميله. دي كده صلطة البطاطس تمام؟ حطت لها شوية كده من الجزر المفشور للتزين. طيب قاديت بتنجانية معي اتشاوت زي ما انتم شايفين اهو هقشرها طبعا. وحاخدها تحت الحنفية اشطفها بعد ما اقشرها وهنيجي نشتغل فيها. تمام؟ هقشرها كلها كده وارجع لكم. طيب بعد ما اشرتها وشطفتها تحت المياه جبت طبقة كده وعصرت عليها عصرة ليمونة مش عصرة ليمونة ليمونة كاملة ها ليمونة كاملة. ركزي بقى. حطيت كمان شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسود هحطهم وشوية من الملح تقدر تحطي معلقة توم مهروس بس انا مش هحطي توم تمام بس انت تقدر تحطي معلقة توم مهروس حطيت كمان شوية من الشطة والتحينة دي انا كنت عاملها معاكو في الفيديو قبل كده التحينة الحمراء اللي حابب اسيب له اللينك في صندوق الوصف طريقة جميلة جدا وديكم شايفين كأنها زي الجهزة بالزبط تمام؟ هقلب المكونات بتاعتي دي كلها بالشوكة ممكن تستغني عن الشوكة وتحطيها في الكبه مرة واحدة وهتبقى حلوة معاك جدا بس انا هعملها بالشوكة كده وهحطها في طبق التقديم وخلاص كده صلطة البابا غنوب جهزة معي طبعا من اجمل واحلى الصلاطات بجد اللي احنا بنحبها برضو جنب المشويات تمام؟ كده ممكن مديلها رشة زيتون على الوش وخلاص على كده وممكن نزين الطبق بتاعي دوت بشبت وممكن على فكرة نحط شبت واحنا بنقلب البتنجان بالتحينة معلقتين من الشبت المفروم وممكن نحط بقدونس مفروم عادي خالص تمام؟ بس انا مش هقلبه فيه انا هحطه كده كنوع من انواع التزين للطبق هحطه كده حواليه داير ميدور وخلاص على كده ممكن محط شوية جزر مبشور كده في النص وخلاص بقى جاهز معي اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم النهاردة ياريت لو وصلت لغاية هنا تحطي لايك للفيديو لو اول مرة بتشوفي القناة ياريت تشتركي في القناة علشان يوصل لك كل جديد البنجر خلق يعني اتسلق خلاص بسرعة ما غابش معي خالص عشان معلقة السكر وهو بحاله كده مسكته تحت المياه بقيت اضغط عليه الاشرة بتاعته الخارجية بقت تطلع بكل سهولة تحت المياه وبعد كده قطعته مكعبات تقدر يزغر المكعبات زي ما انت عايزة انا قطعته كده مكعبات مش زغيرة ولا كبيرة تمام البنجر بقى من الحاجات اللي بيحب اللمون جدا 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 انا هنا عصرت حوالي 3-4 لمونات وححط له ملح ورشة من زيت الدرة وخلاص على كده ما بحبش زيت الزيتون مع البنجر فبحب بحط زيت الدرة ياريت ما تحطيش كمون للبنجر علشان بيخليه طعمه مش حلو وبيمرر معيه تمام لو عايزة تحطي بقى معلقة نعناع ناشف بتحطي عايزة تحطي عليه شوية جزر وتقليبيهم معي مبشورين ماشي تمام هيبقى حلوة جدا انما هو كده هو زيت ولمون وملح بس فقط لغير ما بحطلوش اي حاجة تاني وهو كده في المطاعم بيحملوه بالطريقة دي تمام كده خلاص حطيت له شوية من الجزر المبشور كده كنوع من انواع التزيين وخلاص على كده حنيجي بقى الاهم صلطة وهي صلطة الحات اللي كلنا بنكلها برة ومش بنعرف نعملها في البيت ولا نزبطها عندي بصلايا متوسطة الحجم انا هنا هعمل طبق واحد من الصلطة انتي لو عايزة اكتر هتزاودي الكمية هقطعها كده زي حلقات الشبسير وفيعة خالص باستخدام السكينة على طول يعني عندي جزرية هقسمها نصين وهاخد النص واحد وهقطعه كده مش بالعرض لا بالطول شوية تمام؟ هو الحاتي بيقطعها بالشكل ده عندي كمان الطماطم قطعتها على اربعة اربعة ويقطعها برضو كل ربع بالطول شوية مش بالعرض تمام؟ عندي كمان الفلفل هقطعه على اربعة اربعة وهاخد الربع قطعه بالطول زي ما انتوا شايفين كده تمام؟ عندي بقى ودي اكتر حاجة بتميز صلطة الحاتي هي حزمة الشبط حزمة شبط مش كبيرة خلوص كده خلصت الكمية كلها وبعد كده عندي نص كباية من المية حطيت عليها حوالي ثلاث معالق او معلقتين من الخل صغيرين او ثلاث معالق من الخل صغيرين حطيت كمان شطة وحطيت عصير ليمونة وهقلب الكلام الجميل ده كله على بعده كده وهنزل بيه على الصلطة بتاعتي وهي دي كده صلطة الحاتي تقدر تحطي فلفل حار لو انت حبة تمام انا هنا حطيت شطة بس هي الشطة بتبقى اساسي في الطبق ده الشطة واللمون والخل دول اساسي والشبط تمام لو عايزة تزاودي فلفل الوان ممكن تزاودي عادي خالص بصوا طبق خطير من اجمل السلطات اللي بتخلينا بجد ناكل كتير هو طبعا مش صح ان احنا ناكل كتير بس الطبق ده بيخلينا ناكل كتير جدا يعني تمام هقدمه كده في الطبق وده كده برضو بقى جاهز معي طبعا اتمنى الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وطبعا انتظروني في الفيديوهات اللي جاية هنعمل حاجات للعيد لحوم وحنجهز حاجات للعيد مع بعض تمام يا ريت تكتبولي رأيكم ايه في التعليقات ويا ريت تحطي لايك للفيديو ويا ريت كمان تعملي شير للفيديو علشان القناة ان شاء الله تكبر بيكم والفيديو اكبر عدد من الناس يشوفوا ويستفاد بي ان شاء الله على فكرة فيه انواع سلطات تانية بس كان وقت الفيديو هيبقى طويل جدا تمام انا كنت عاملة عشر انواع من السلطات اتمنى تحطي لايك للفيديو وتقوليني رأيك ايه وبشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوة وعلى لايقاتكم بجد بشكركم جدا ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة